اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام الى هذه التغطية الاغبارية المستمرة معكم على شاشة اكسترا نيوز لمتابعة اهم واخر المستجدات ونخصص هذه التغطية عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية تنفيذا لتوجهات رئيس اسيسي يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للاشقاء في قطاع غزة والعبور المصابين والعالقين وافد مراسلنا بانه تم ادخال ستين شاحنة مساعدات الى قطاع غزة من منفذ رفح واثنائتين وعشرين شاحنة عبر منفذ كرم ابو سالم يوم الجمعة التسع عشر من ابريل مشيرا الى ان اجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت الى قطاع غزة عبر منفذي رفح وكرم ابو سالم الجمعة التسع عشر من ابريل وصلت الى اثنتين وثمانين كما تم ادخال اربع شاحنات غاز وثلاث شاحنات وقود الى القطاع عبر منفذ رفح كما استقبل معبر رفح ستة وعشرين مصابا فلسطينيا وستة وستين مرافقا يوم الجمعة التسع عشر من ابريل اشتركوا في القناة اعلن المركز الاعلامي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدة الانسانية والاغاثية والعلاجية للاشقاء الفلسطينيين والتي تتضمن اكثر من اربع وسبعين قاطرة محملة باكثر من الف واربعمائة وتسعين طن من المواد الغذائية والمشروبات الدافئة والملابس والبطاطين والمياه المعدنية حيث شاملت اكثر من الف ومائتين وستة وثمانين طن من المواد الغذائية ونحو تسعة اطنان من المشروبات الدافئة بالاضافة لاكثر من ثلاثين طن من الملابس والبطاطين واكثر من مائة وخمسة وستين طن من المياه المعدنية ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك لدعم الاشقاء في غزة لمواجهة وتحمل اعباء الحرب التي اصفرت عن سقوط الالاف من الضحايا والمصابين يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والاغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة وهو ما يتم بشكل مستمر في اطار دعم وتضام مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف التي ادت الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين تميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان واي اجراءات اسرائيلية احادية تعاوق اقامة الدولة الفلسطينية مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الاساسي على المستوى الاقليمي انتلاقا من مسؤوليتها دائما اذا امن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الاشقاء الفلسطينيين مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزام دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف اساسية ثابتة ترفض الحلول الاحادية التي تعيق اقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والاجراءات التي تتخذ اسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين المواقف السياسية المصرية اظهرت الثبات في مواجهة التصايد الاسرائيلي على رأسها رفض اي عمليات عسكرية اسرائيلية في قطاع غزة ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر او اي دولة اخرى الموقف المصري الدائم للاشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح للسان الرئيس السيسي الذي اعلن بشكل واضح ان تهجير شعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا احمر بالنسبة لمصر وقد اكدت مصر منذ اللحظة الأولى على ان هذا التصايد يضر بالامن الاقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمن التصورا شامل لحل جذور السرع العربي الاسرائيلي ووصف بالحل الاعمي والاشمل اذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الاول تحصين الوضع الانساني في قطاع غزة واعادة احياء مصر السلام ثم التفاوض حول التهديات ووقف اطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لاحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اشتركوا في القناة 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 وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم الينا هاتفيا الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية اهلا بحضرتك يا دكتور طارق ويعني نشهد في هذه الايام القليلة الماضية تطورات على الساحة الفلسطينية يعني مزيد من التوضيح ويعني الفهم من حضرتك لينا وللسادة المتابعين يعني تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين نصور ان كل هذه التطورات المتلاحقة كانت منتبهة لها الدولة المصرية عندما اكد الرئيس الاسيسي في اكثر من محصل واكثر من مناسبة وكذلك كل المؤسسات المصرية على خطور التظاهر الاوضاع وتفاقمها وتضحرجها إلى ما لنشاهده الآن سواء كان فيما يتعلق بضربات الحوثي وعدم استقرار الملاحة الدولية في البحر الاحمر سواء كان فيما يتعلق بذلك العراق ما بين الايران وما بين اسرائيل وتلك الضربات والضربات والرد والرد على الرد كل تلك التطورات لها ذلك الاتصال المباشر والوسيق بما يحدث في غزة منذ شهور طوال ثقال على اهلين المدنيين العزل في غزة كل ذلك نبهت له الدولة المصرية طبعا كل ذلك نتيجة طق المعرفة نتيجة الاحاطة بميراث الحروب والتصاوب والتحكيم نعم ويمكن تأكيد لكلام حضرتك يا دكتور طارق هذه الرؤية المصرية يعني ليست في هذه العيام فقط ولكن على المدار العقود الطويلة الماضية دائما تحذر من شيء وبعد قليل نجد أن بالفعل كلام المصرية كان صحيحا كما ذكرت حضرتك يا دكتور طارق تفضل بالفعل وتحديدا القضية الفلسطينية ربيت فينا ولبست فينا من عمرها سنين دبلوماتيا وأمنيا ووجدانيا فمصر كانت لها تلك التصورات المتكاملة يعني ربكها على عينها من أيام الرئيس الرحل جمال عبد الناصر من أيام الرئيس الأسداد ومينهاوس والرئيس مبارك وهو القائد والدعيم الرئيس الأسيسي فأتصور أن مصر من خلال تلك القيادات والسعمات والمؤسسات لها هذه الرؤية الموضوعية الاحتراطية التي تريد الاتقرار والتنمية والسلام للكل لأن حتى الإسرائيلي لم ينعم بالأمن ولا السلام ولا فرص الحياة إلا إذا كانت هناك تسوية شاملة عادلة تعطي للفلسطين حقا لا نعطيه يعني منة أو فضلا أو منحة وإنما نعطيه حقوقا هذه الرؤية المصرية وهي ترتكز على المرجعية الدولية وعلى الشرعة الدولية وعلى القرارات الدولية التي صدرت من كل الهيئات والفروع الجمعية العمومية ومجلس الأمن وكل هذه المؤسسات والأجهزة فلو كان العالم لو كان ذلك المجتمع الدولي يعني ينطاع ويرضخ للقرارات الدولية للقرارات التي تصدرها مؤسساته وفروعه لما وصلنا إلى هذه الحالة فتطور على المجتمع الدولي يعني أن يرضخ ويمتاثل لهذه القرارات الدولية وهذا الهدى التنظيم الدولي وهذا الأسرة الدولية عندما استقرت على قرارات وأجمعت على قرارات بعينها لا بد أن يتم تنفيذها لكن المجتمع الدولي يعني ليس صادقا مع نفسه ويمارس كما هو معروف يعني فكرة الزواجية المعايير وعندما يكون له فقط المصلحة يتحرك يعني نجد أن الأمم المتحدة تصبح وحشا كاثرا وتحقق ما تريد عندما تريد الخمسة الكبار تحديدا من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة فرنسا الدول التي لها حق الاعتراض وحق الفيتو تفاعل هذه المواد وتستطيع أن تحقق ما لا يمكن تصوره أما عندما لا يكون لها تلك المطالح أنها تغض الطرب وتترك يعني هذه الحرب الظالمة الحرب الضروس حرب الإبادة ضد المدنيين العزل تتركها كل هذه الشهور الطوال وتتفاقم الأمور وتتضحرك كما نرى ونتابع ونشاهد نعم طيب دكتور طارق يعني يوم أمس يعني تم استخدام حق الفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية لرفض عضوية فلسطين طبعا في مجلس الأمن يعني عضوين امتنوا عن التصويت الولايات المتحدة قدمت حق النقد الفيتو واثنتين عشرة دولة وفقت على يعني مشروع القانون أو الاقتراح الذي تقدمت به دولة الجزائر يعني هل هذا دكتور طارق سوف يؤثر في الأوضاع الحالية أو يعني يؤثر بطريقة أو بأخرى يعني هذا فقط هو كاشف ليس منشئا لأمر جديد وأنه هو كاشف لتلك السياسة الأمريكية وهذا الغور وذلك الظلم وأنها يعني أم تدلل ذلك الرضيع الإسرائيلي وتقدم له كل الدعم وتقدم يعني تمده بمشيمة الغذاء والسلاح والتسليح والتكنولوجيات والأسطيل والبارجات وكل ذلك الدعم وتقدم له يعني كل ما يجعله يستطيع أن يعيش لأنه كان مستمع كان غير طبيعي ولكن هذا الأمر يعني كاشف حتى فكرة الاعتراف بالدولة مع أن ذلك الاعتراف يعني في حد ذاته هناك ما يرجو على 130 دولة في الجمعية العمومية تعترف في سلسطين دولة لكن الاعتراف لابد أن يصدر من مجلس الأمن وأمريكا تعترض وتمارس البيتو ففكرة الاعتراف بالدولة الدولة كما هو معروف لها عناصر رئيسة تتمثل في شعب وفي أرض وفي سيادة أو سلطة تمارس هذه السيادة على أراضيها سواء كان في الضفة الغرضية أو في غزة ولكن فكرة الاعتراف يعني لن تعطي نموذجا أو نقلة يحس بها الفلسطيني لأنه لابد أن نصل أيضا في بعض الاعتراف إلى تفاوض وإقرار السلام وجلوس الأطراف ولكن فكرة أنه حتى الاعتراف على هذه الفكرة الأساسية ووضع العصي في عجلة يعني ذلك الاعتراف هو معناه أنه أمريكا راغبة وترعى إسرائيل في فكرة التفاوض إلى ما لا نهاية تفاوض من أجل التفاوض تفاوض إلى يوم القيامة لكن لا رغبة حقيقية في إعطاء الأرض في إقامة الدولة الفلسطينية بشكل فعلي كما أكد الرئيس الشيسي أنه فكرة إقامة الدولة أو إحل الدولتين أصبحت جملة ممجوجة لأنها استنفدت أغراضها لأنها تلوقها الألسن ولكن دون وجود صيغة تنفيذية فعلية عملية طبع جداول بحيث يعني يظهر في الأفق هذا الأفق المزدود سياسيا يظهر متى يتم الإعلام وتمارس هذه الدولة سيادتها ولكن من الواضح هذه السياسة الإسرائيلية فذا كدعم الأمريكي هو تفاوض من أجل التفاوض لكن لا نية على الإطلاق في إعطاء أو الاعتراف بهذه الدولة حتى أن رابين الذي تم اختياله رابين الذي يعتبر يعني من حمائم السلام هو نبثه لم يكن في ثنيته أن يعترف بالدولة هو كان يتحدث عن شيئان أكبر من الحكم الذاتي وأقل من الدولة يعني هذه فكرة حتى يعني دعم السلام أو فكرة الحمائم فما بالك بالصخور والمتطرفين وما بالك بنتنياهو وسومتريتش وبن جفير وكل هذه السلم من العصابة المتطرفة التي استمرأت سبس دماء الفلسطينيين والإجازة على الفلسطينيين بحجج فارغة بحجج لا يمكن تطبيقها أو لصول إليها هو اكتفاف جماعات المقامة كما أكد الرئيس السيسي لا يمكن أبداً أن تكتفى جماعات المقاومة أو أن تستقصلها طالما هناك احتلال طالما هناك استطام لأن ذلك هو درس التاريخ ومنطق الأحداث تصورت أن مصر والرئيس السيسي يعني مصر عندما عادها الرئيس السيسي على ذلك الطريقة الصحية طريقة الحضارة والحداثة والرغبة في دوران عجلة التنمية والمستقبل السياسي وكان أتحدث يعني عن سلام حقيقي غير فاتر مع إسرائيل لكن إسرائيل يعني لا تلقي بالا إلى ذلك السلام واضح أن إسرائيل غير راغبة في السلام غير راغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية وتحقيق ذلك الاستقرار لكن أتصور أنه يعني الوعي ودروس التاريخ تؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن المحتل أو المستوطر أو الذي يقدم شقوق الغير أن يهنأ بسلام أو بأمن أو بأمان وهذه رؤية مصر رؤية في صالح كل الأطراف يعني الظالم والمظلوم حتى يكون هناك استقرار وينعم الجميع بالسلام كل الأطراف الظلمة والمظلومين لابد من الرضوخ مرة ثانية إلى المرجعية الدولية وتنفيذ كل القرارات الدولية ذات الصلة كان من الجمعية العمومية أو مجلس الأمر نعم أنا بشكر حضرتك الشكر الجزيل لدكتور طارق البرديزي خبير العلاقات الدولية متحدثا هاتفيا لقناة إكسترانيوز ويعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87% المزيد في سياق التقرير التالي انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصرية لم تتدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة مصر التي لا طالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فردها فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة كان آخرها مخيم خان يونس لاستعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرح الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87% وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني وفي إطار أولوية ووقف العدوان الإسرائيلي المستمرة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني نتابع تلك المسارات في العرض التالي نتابع تلك المتواصل للشعب الفلسطيني 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه التغطية المستمرة دائما على شاشة اكسترانيوز فابقوا معنا اهلا بحضراتكم من جديد في هذه التغطية الحية ومستمرة دائما على شاشة اكسترانيوز والتي خصصناها في هذه الفترة لبراز جهود مصر في ودعمها للقضية الفلسطينية حرست مصر دوما على القيام بدور فاعل في سبيل حل القضية الفلسطينية حيث كانت مصر وما زالت الداعم الاكبر للاشقاء الفلسطينيين وقدمت في سبيل ذلك كل جهد ممكن كما قامت مصر باسهامات على الاصعدة الدبلوماسية والسياسية والانسانية على حد سواء المزيد عن الجهود المصرية في هذا الشأن فالعرض التالي مع الزميل الكريم الخولي مشاهدين اهلا بحضراتكم منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة توصل مصر جهودها لدعم الاشقاء الفلسطينيين بغزة انطلاقا من شعورها بالمسئولية الانسانية عن اهالي القطاع وفتحت مصر منذ اللحظة الاولى معبر رفح بدون قيود او شروطا وقامت بحجد مساعدات انسانية باحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها او من خلال جميع دول العالم التي قامت بارسال المساعدات الى مطار العريش وضغطت مصر بشدة على جميع الاطراف المعنية لانفاذ دخول المساعدات الى غزة الى ان استمرار قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح من قبل اسرائيل والذي تكرر اربع مرات حالة دون ادخال المساعدات وبمجرد انتهاء قصف الجانب الاخر من المعبر قامت مصر باعادة تأهيله على الفور واجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بادخال اكبر قدر من المساعدات لاغاثة اهالي القطاع وتحملت مصر ضغوطا واعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية ادخال المساعدات وفي سبيل ذلك قامت ومازالت باتصالات مكثفة مع جميع الاطراف سواء الاقليمية او الدولية او الاممية للضغط من اجل اتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب وبلغت نسبة المساعدات التي تصل لقطاع غزة مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا ثمانين بالمئة واقامت مصر بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والامميين للمعبر ليتفقدوا من ارض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية وللمعاونة في تخفيف وطأة الازمة الانسانية الحادة التي يعاني منها سكان قطاع غزة بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات اليها برا نفذت مصر اعمال اسقاط جوي لاطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الاغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع كما تشارك في تحالف دولي لاسقاط المساعدات الانسانية والمعونات الاغاثية على قطاع غزة ويظل موقف مصر الثابت مصمما على وقف اطلاق النار في غزة باسرع وقت ممكن حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة انسانية يمكن تصورها وانقاذا لهم من القصف والجوع والمرض وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وادخال المساعدات الانسانية لادخالها للقطاع باكبر كميات ممكنة وتحث في هذا الصدد جميع الاطراف المعنية على التعاون والتنصيق وتقديم التسهيلات اللازمة لادخال المساعدات بالشكل المنشود كما تؤكد مصر ان اية محاولات او مساع لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم ستبوء بالفشل وان الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشاهدين كان هذا عرضا مجزا حول جهود مصر لدعم الاشقاء الفلسطينيين بقطع غزة شكرا لكم على طيب المتابعة اشتركوا في القناة 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 غزة وتظاهر الاوضاع الانسانية وسط استمرار لسياسة التهجير القصري التي تنتهجها اسرائيل وهي جهود بدأ تمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الاطراف الاقليمية والدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمستمرة من اجل وقف الحرب وانهاء المعاناة الانسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الاسرائي المزيد حول ابرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق العرض التالية اشتركوا في القناة 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 اشهاداتنا اقليمية ودولية نالتها مصر بعد دورها التاريخي والحيوي بشان الازمة في قطاع غزة سواء على صعيد الجهد الدبلوماسي المبذول لوقف الحروب المتكررة او على الصعيد الانسانية من خلال تخفيف الحصار عن القطاع نتابع المزيد من الاشهادات الدولية في العرض التالية اشتركوا في القناة 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 برا وجوا ترافقها دعوات لحث جميع الاطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لادخال المساعدات بالشكل المنشود نتابع المزيد في العرض التالي جهود مصر لدعم غزة مصر فتحت منذ اللحظة الاولى معبر رفح بدون قيود او شروط حجد مساعدات انسانية باحجام كبيرة سواء من مصر او من دول العالم التي ارسلت مساعدات لمطار العريش ثمانون بالمائة من المساعدات التي تصل لقطاع غزة مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنية مصر ضغطت بشدة على جميع الاطراف المعنية لانفاذ دخول المساعدات الى غزة مصر تحملت ضغوطا واعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية ادخال المساعدات اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الاطراف سواء الاقليمية او الدولية او الاممية للضغط من اجل اتاحة دخول المساعدات مصر تشارك في تحالف دولي لاسقاط المساعدات الانسانية والمعونات الاغاثية على قطاع غزة تسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والامميين لمعبر رفح ليتفقد الجهود المصرية الهائلة مصر تؤكد موقفها الثابت على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة باسرع وقت مصر تؤكد موقفها بحماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة انسانية مصر مستمرة في قيادة وتنظيم وحج وادخال المساعدات الانسانية لغزة مصر تحث جميع الاطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لادخال المساعدات بالشكل المنشود مصر تؤكد ان اية محاولات او مساعي لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم ستبوء بالفشل مصر تؤكد ان الحل الوحيد للاوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية جهود مصر لدعم غزة وصلنا بحضراتكم الى ختام هذه الفترة من التغطية المستمرة دائما على شاشة اكسترانيوز شكرا لحضراتكم وانتظرونا في نشرة اقبارية مفصلة على رأس الساحة اشتركوا في القناة